حسن شاكوش وقزمة حسن شاكوش مع زوجته ويقل الكل اللي تفرج عليها في كل الوطن العربي واللي بقت مصخرة الجميع ويقل اللي فضح مراته وانتهك يعني حرمت الكلام عليها وانتهك كمان فيه اعراضها وهي طبعا زوجته اللي هي عرضه وشيء غريب جدا وبعد ما فضحها في دي حد يعني كبرى الفتاحة الكبرى على الفضائيات وعلى السوشال ميديا حسن شاكوش عايز يرجع دلوقت امراته وبيحاول الصلح قالوا السلام بيكم بتمنى لو اول مرة بتشوفوا قناتي متنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش باللايك تقديرا لمجهودنا عشان نستمر حسن شاكوش طبعا واللي شفنا الكلام البشع اللي قالوا على زوجته وانتي ما كنتش بنت وانا ما بواستش حياتك وانتي مش اول زوجة وبعد ما اتهمها بالتزوير في اوراق رسمية وانا هي ما كانش يعني الزوج الاول في حياتها زي ما كتبت في الاوراق الرسمية وبعد ما شهر بيها في كل مكان وفي كل الصحف والمواقع والسوشال ميديا والتلفزيون الرسمي وفي كل مكان وكان عايز بس يطلع نفسه مظلوم وهي الخاطئة دلوقتي عايز يستلح وعايز يرجحها وندمين على كل اللي قالوا وعملوا بعد ما طبعا تجاوز كل الحدود في الكلام واصبح ترياءة الجميع والترياءة للعالم كله دلوقتي عايز يرجع زوجته تاني طب من الاول كان عليه بايه من ده وهل هو كان شارب حاجة ولا مصطول ده ولا ايه زي الناس كتير ما عملوا برضو بتترياء وتقول تقريبا كان شارب حاجة ويفاء طبعا يعني بيحصل مشاكل كتير بين الازواق وبتم الصلح او بيرجعوا لكن المشكلة دي كانت كبيرة جدا وكانت فضايحها كبيرة جدا وهل بعد اللي حصل ما بينهم هيقدروا فعلا يرجعوا لبعض واستمروا تاني مع بعض حاجات غريبة جدا بنشوفها وبنتمنى ان الناس العادية ما تقلدهاش وما ينتشرش موضوع الفضايح للزوجين ده كده يعني بين الازواج العاديين بنتمنى ان الساتر من الله بين الازواج ومش نقلد المشاهير ونفضح نفسنا وطبعا من ايات المنافق سلاس يعني واحدة منهم اذا خاصة ما فجر مش كل اللي خاصم يفجر ويبتدي يفضح في التاني ويطلع اسوأ ما فيه وحتى لو كان فيه فعلا نتمنى الهداء للجميع شكرا جدا لاستماع الجميع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة